أعلن البيت الأبيض سحب القوات الأمريكية من شرق الفرات ممهدا لعملية عسكرية تركية شمال سوريا قالت واشنطن إنها لن تشارك فيها الرئيس ترامب قال لقد حاربنا مع الأكراد لكن مقابل أسلحتنا وأموالنا والمسئولية الآن ملقاة على روسيا وإيران وأوروبا والأكراد وتركيا وأضاف تورتنا أكثر وأكثر بدون هدف هم يبعثون رسائل بأنهم يريدون الانسحاب من العراق والسوريا وأفغانستان منذ زمان في ديسمبر اتخذ ترامب موقفا مشابها أدى إلى معارضة من داخل البنتاجون وإلى استقالة ماترس في سلسلة من التغريدات حمل ترامب أوروبا والأكراد مسئولية محاكمة أو استرجاع حوالي 2500 مقاتل من داعش تحت جزهم قوات سوريا الديمقراطية وأضاف ترامب إن إداراته لن تتحمل نفقة احتجازهم وأضاف إن الوقت قد حان لخروج القوات الأمريكية من حروب واصفها بالسخيفة التي لا تنتهي مشيرا إلا أن بلاده ستحارب لحماية مصالحها فقط وحين يكون النصر مضمونا إذا انسحبت الولايات المتحدة وشعر الأكراد أنهم تحت التهديد فسيتوجهون إلى النظام في دمشق ولكن بمساعدة روسيا الصورة الكبيرة هي أن الولايات المتحدة تسلم الدور الأكبر لروسيا وبدأت القوات الأمريكية الموجودة في سوريا والمقدرة بألفي جندي بالانسحاب من منطقتين طل أبيض وراس العين خطوة دفعت السانتر الجمهوري لينزي جرام إلى دعوة ترامب إلى العودة عن قرار سحب القوات الأمريكية من شمال سوريا معتبرا أن هذا الخيار ينطوي على كارثة قبل عام من الانتخابات الرئاسية يريد الرئيس ترامب أن يفي بعوده الانتخابية بسحب القوات الأمريكية من مناطق الصراع عبر العالم فهو يرى هذه الحروب عقيمة تهدر مليارات الدولارات ودائما يحمل شعار أمريكا أولا نادية البلبيسة العربية واشنطن